بحث وزير تنمية المخلية محمود شعراوي مع محافظ الوادي الجديد محمد الزمنلوت عددا من المشروعات الجارية تنفيذها بالمحافظة خاصة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022 واشر شعراوي لأن توجيهات القيادة السياسية بإقامة مجمع حكومي مجهز بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات للمواطنين بشكل أسرع وأفضل وأشد داشعراوي على أهل استغلال الأمتل للميزات التنفسية التي تتمتع بها محافظة الوادي الجديد كما نقش لقاء التحضيرات الجارية لتحديد المراكز والقرى التي سيتم استهدافها ضمن المرحلة ثانية من المشروع القومي لتطوير الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة